نوافذ كتير حقيقة دولة فتحة للشباب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات النوافذ دي عبارة عن دورات تدريبية وخاصة وزارة الاتصالات في مجالات تكنولوجيا متعددة زي مثلا برنامج اسمه سفراء مهارة تيك ده هدفه التوعية بمنصة مهارة تيك ومحتوى المتنوع وأهميته الألمية في مجال تكنولوجيا المعلومات تفاصيله معلومات وشرح مفصل كمان عن هذه المنصة المجانية هنستعرضت الوقت معضفنا في الستوديو المهندس محب توفيق نائب رئيس مركز التميز للتعلم الإلكتروني بمعها تكنولوجيا المعلومات ومدير منصة مهارة تيك صبع الخير عليك بشمان صباح نور أهلا بحضراتك أخبارك الحمد لله نشكر ربما أهلا بحضراتك يا رب دايما بشمان سعزين نعرف في البداية إيه مهارتك؟ هي منصة مهارتك هي المنصة التعليمية لمعها تكنولوجيا المعلومات معها تكنولوجيا المعلومات هو الزراعي التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنشتغل في مجال التدريب وإعداد الشباب وكوادر الشباب على مهارات ونضربهم على مهارات تكنولوجيا المعلومات من ما يقرب من 30 سنة من سنة 2018 و2019 بدأت تظهر فكرة بغرض الإتاحة العدد أكبر زي ما حضركم عارفين أن دايما المنح التدريبية المجانية بيكون دايما فيه أعداد محدودة نقدر نحن نضربها بناء على المساحات المتاحة والأماكن المتاحة فمن هنا جات فكرة تبليه ما نبدأش نعمل منصة تعليمية أونلاين بحيث أن نحن نقدر نوصل لعدد أكبر من المستفيدين نضربهم على مهارات تكنولوجيا المعلومات ويكون كالعادة لنا دور في إعداد الشباب دول أن هم يلتحكوا بوظائف المستقبل اللي هي بتساعد أن الناس تشتغل في تكنولوجيا معلومات والتغير بلدها إزاي ما حضركم تسمعوا طبعا أكيد عن مصر الرقمية والتحول الرقمي الشباب دول هم اللي بيساعدوا الدولة أن نحن نوصل للهدف ده من هنا جات فكرة منصة مهارتك واللي بتقدم عليها عدد كبير جدا من الخدمات التدريبية والكورسز المجانية طيب إزاي الناس تقدم بقى في معهد التكنولوجيا عشان تقدر أنها تستفيد بكل المبادرات المقدمة معهد تكنولوجيا معلومات الموقع الرسمي www.iti.gov.eg عندنا حاليا أنواع من المنح في المنح التقليدية أو الفيست فيست ترينينج يعني اللي بيتم عن طريق منح تساعد دي بيقدم لها بعد الجامعة ولا بعد السنوية العامة ولا ما فيش اشترات في السنة حسب البرنامج يعني فيه برنامج زي التسعة شهور ده بيتقدم بعد التخرج من الجامعة فيه برامج خاصة بالتدريب بيتسميه التدريب الصيف لطلاب الجامعات في فترة الصيف فيه تدريب للأطفال الصغيرين والأكتر من كده كنت بقول لحضراتكم من منصة مهارتك بقى هي مش مرتبطة بسن ومش مرتبطة بمكان أي حد يقدر يدرس في أي وقت وفي أي مكان أي أن كان هو حابب يستفيد إمتى ده كده كل الفئات العمرية يعني بنكلم في أشبال مصر الرقمية وبنكلم في مهارتك فكل الفئات العمرية هتستفيد من هذه البرامج المتخصصة فيه التدريب وفيه تعليم للتكنولوجيا بالضبط احنا تقريبا بنعزز فكرة التعلم مدى الحياة يبدأ منه هو طفل يتعلم وحتى لما يكون في الجامعة وبعد الجامعة وحتى هو بيشتغل يعني فيه ناس بتشترك في منصة مهارتك تزيد من خبراتها ومن مهارتها وتترقف الشغل بتاعها وتنتقل لوظائف أفضل حتى بعد سن معين يعني احنا دايما نقول كده من عشر سنين لحد تسعين سنة المهم انك تفضل تتعلم طول حياتك صحيح ممكن هتكشح الناس اللي تتفرج علينا ازاي يدخلوا على المنصة ويقدموا الموقع الرسمي بتاع المنصة هو www.maharatech.gov.eg بيتم التسجيل مجانا على المنصة فيه طريقة سهلة انه هو يشترك بالجيميل أكاونت او بالمايكروسوفت أكاونت بتاعه او ان هو يملى مجموعة من البيانات البسيطة جدا بعدها بيبدأ بيوصلوا أميل تأكيد اول ما بيأكد الأكاونت بتاعه بيبدأ يدخل يستفيد بقى من الخدمات المختلفة الخدمات دي طبعا زيما حضراتكم يعني كل اللي هيدخل على المنصة هيلاء فيه انواع مختلفة من الخدمات والبرامج الجزء الاولاني هي حاجة اسمها كلمات مهنية ودي بتساعد الشباب على ان هو يعرف يبدأ ازاي زيما حضراتك عارف احنا حتى بنبقى مشتركين في بعض المجموعات او الجروبس على الفيسبوك مثلا بنلاقي الشباب مش عارف يبدأ ازاي في مجال تكنولوجيا معلومات انا خريج ومش عارف ابدأ ازاي عشان اطور نفسي الجزء الخاص بالخدمة بتاعة الكلمات المهنية دي هدفها كده بتقدم مجموعة من خرائط المهارات وخرائط الوظائف يعني يقول لحضراتك مثلا لو عايز تشتغل في المجال ده في تكنولوجيا معلومات محتاج المهارات 1-2-3-4 يبدأ يوضحها لي ولو عايز تتخصص في المجال ده ممكن تشتغل 1-2-3-4 فيبدأ الشاب يعرف عن مهارات اللي محتاجها والوظائف المختلفة والتخصصات المختلفة ويكرر ايه هو المجال اللي محتاجه ايه الحاجة اللي تناسب قدراته انتخذته من ايده وحطته على الطريق زيب النوج بالضبط ودي اول خدمة بصراحة ودي بصراحة بتفيد كتير جدا من الشباب النقطة التانية مش بسيبه بقى هنا لانا ببدأ ادخل على ان احنا قعدنا ليه جوه المعهد دورات تدريبية بقى في المجالات دي يعني هو مثلا سمع على المجال السايبر سيكوريتي او الامن السايبراني عايز اتخصص في عجبني المجال ده اتعلم ايه نبدأ بقى ندخل على المصارات التكنولوجية انت بتجهزه لسوق العمل يعني هو لو عايزش يختار وظيفة ما بقى شايف انه السوق بيتطلبها انت كده بتجهزه بالضبط انا عايز اقول لحضرك ان اصلا فكرة اعداد البرامج دي تمت عن طريق تحليل احتياجات سوق العمل يعني احنا بدأنا في الاول خلص مش مجرد مجموعة دورات بنحطها على المنصة وخلاص تم تحليل احتياجات سوق العمل مش في مصر بس في العالم حضرك تعرف طبعا منصات العمل الحر ممكن واحد يبقى في مصر والعميل بتاعه او الكلينت بتاعه في الولايات المتحدة الأمريكية او في الدولة العربية بدأنا نحلل ايه اهم الوظائف اللي العالم بيتكلم عنها دلوقتي ومحتاجها في الفترة دي وزي ما كنت بوضح لحضرككم هي بيسموها دلوقتي الفيوتشر جوبس او الوظائف المستقبل وبدأنا نحط اولويات ان احنا ننتج دورات تدريبية اهل فعلا الشباب لسوق العمل في المجالات دي ده عظيم جدا طب هي كلها تدريب ولا في دراسة هو التدريب هو التدريب زي يعني هو الدراسة دراسة وكتب لا لا هي بالضبط اصد حضرتك طبيعة المحتوى المقدم هو طبيعة المحتوى المقدم في شكل فيديوهات تعليمية بيبدأ يتفرج عليها هي طبعا الفيديوهات دي مش مجرد احنا مثلا بنجيب الخبير ويبدأ يسجل المعلومات فقط لكن بيتم الاول حاجة اسمها تصميم تعليمي يعني بتبدأ فيه فريق اسمه فريق التصميم التعليمي بيقعد مع خبير المادة يبدأ ينقح المادة يحط اهداف يقترح افضل الطرق لتقديم المادة دي وبعد كده يبدأ نسجل ندخل مع مرحلة الانتاج ندخل في الستوديو نسجل الدورة التدريبية دي مش مجرد فيديو فقط برضو لكن في بعض المواد اللي ممكن تضاف فيه لقاءات مباشرة طيب مع المتدربين أو كده بالزبط في بعض الدورات بيكون فيه لقاءات مباشرة في بعض المحتوى كمان ما بيبقاش في مجرد فيديو بس لكن بيبقى فيه مرفقات ممكن للقراءة أو الاستزادة وبتقدم كمان في شكل جديد وليز يعني بيساعد على الاستيعاب أكتر بيسموها الماين نابس أو الخرقات الزهنية يعني مثلا على موضوع كبير جدا بنلخصه في مجرد رسمة بتشرح بالتفصيل كل الفروع الخاصة بيها الفيديو كمان مش مجرد فيديو شخص فقط لكن بيضاف عليه مجموعة من الجرافيكس أو مجموعة من الفيجويلز حاجات المتعلم يشوفها فتثبت المعلومة في الزهن أكتر فالحمد لله وده من المميزات الموجودة على منصة مهارة تيكو غيرها من المنصات اللي بيقدمها المعلومة الحمد لله هي يمكن دي زي ما حضرتك بتقولها من أحدى المميزات المهمة جدا وللحمد لله الفترة الأخيرة تم تكرمنا من هيئة اليونسكو وحصلت منصة مهارة تيكو على جائزة الإسكوة لأفضل محتوى عربي مقدم ومقدم باللغة العربية؟ بالزبط دي من أحدى المميزات الأخرى دين هو تقارقة طبعا أكيد يعني معظم الدراسة في هذه المجالات بتكون بلغة الإنجليزية بالزبط بالزبط زي قدرنا نصنع محتوى باللغة العربية في مسألة التكنولوجيا؟ هو بصراحة كان تعاون مشترك بين معهد تكنولوجيا المعلومات وحاليا إحنا نشترك معنا أكتر من 100 خبير من داخل الصناعة تكنولوجيا المعلومات في الشركات الخاصة وكمان في الأكاديميات والجامعات المصرية لما بنيجي نتكلم على الخبراء اللي بيشتركوا معنا هو مش خبير يعني إنجاز التعبير أكاديمي فقط ولكن هو بيكون في سوق العمل بيشتغل بإيده عنده خبرات مترقمة بنبدأ نتعاون معاه إنه هو ينقل الخبرات دي إحنا الحمد لله عندنا في مصر عدد كبير جدا عندنا حاليا أكتر من 100 خبير اشتركوا وتعاونوا معنا من أكبر الشركات العالمية ومن أكبر المؤسسات التعليمية والحمد لله المحتوى بيقدم بجودة عالية جدا وباللغة العربية وبشكل مجاني على منصة مهارتك طيب أنا مثلا لو مشترك خلاص قدمت وهياخد دورة تدريبية مثلا في مهارتك لازم أحضر بشخصي ولا ممكن يبقى دراسة كلها أونلاين مثلا لو حد في محافظات بعيدة أو كده لا فعلى منصة مهارتك ممكن تدراسة من أي مكان عادي أونلاين ممكن تدراسة من أي مكان سواء الفيديوهات المسجلة أو حتى لما بيتعمل سيشنز بتكون لايف سيشنز باستخدام طبعا الوسائل الحديثة زي زوم أو مايكروسوفت تيمس أو كده للتدريب طيب هل فيه نوع من أنواع التوأمة مع شركات مثلا في المجال الصناعي في المجال التكنولوجي علشان نقدر نقولهم نحن عندنا كوادر مؤهلة إذا كنتوا عاديين هذه الكوادر ونقدر في نفس الوقت نوفر فرص عمل أكيد إحنا طبعا في معهد تكنولوجيا المعلومات بيتم عمل ملتقى توظيفي لطلاب المعهد بشكل كبير جدا بيشترك في عدد كبير جدا من الشركات للتوظيف ولكن زي ما احنا دايما بنقول احنا بنساعدك أنك تتعلم بنساعدك أنك تكون جاهز ومهمة أنك تحصل على وظيفة دي مهمتك انت ابز المجهود استعد قدم في الشركة احنا ممكن نحطك على أول الطريق لكن كل شاب يقدر أن هو يزبط نفسه بقى في الانترفيو أو في المقابلة الشخصية عشان يقدر يحصل على وظيفة هي الشركات اللي هتدور عليهم على الفكرة بالطريقة دي لأنهما ما يبقوش كتار بالزبط النقطة الثانية أنه عندنا تخصص كامل على مهارتك دورات تدريبية أكثر من حوالي أربع أو خمس دورات متخصصة في مجال العمل الحر يعني أنا مش بس بقنع الشاب دلوقتي بقنا بنتكلم على أن احنا نخرج شوية من فكرة العمل الروتيني أستنى وظيفة في مؤسسة بالمرتب الفلاني دلوقتي فكرة العمل الحر منتشرة جدا في كل العالم عندنا مصار تدريبي كامل بيدرب على العمل الحر إزاي تقدر تقنع العميل أنك تاخد أول وظيفة إزاي أنك تبني علاقة أنك تكمل معاه إزاي تقدر أنك تتفق معاه على الأمور المالية والإدارية عشان تقدر تزبط نفسك وبالفعل يعني على مناصة مهارتك حتى حضراتك لما تدخله في الجزء بتاع مبادرة شغلك من بيتك تلاقي قصص نجاح كبيرة من كل محافظات مصر يبقى موجود في الصعيد ولد أو بنت وقدرت أنها توصل لعملة في كل بلاد العالم والحمد لله بيكسبوا بالدلار يمكن حتى في آخر لقاء مع سيادة الرئيس في مصر الرقمية أشار لهذا وكان فيه طبع لقاء كان سيادة الرئيس يعني سأل حد مرتبت كام بالزبط بالزبط علشان نوري للناس يعني إزاي الناس بتقدر أنها توصل لهذه يعني بعدما كانت بتشتغل الشغلانة بسيطة ومن بيتها دلوقتي بقيت الشغلانة دي بالنسبة لها قيمة كبيرة بالزبط دي حقيقة طيب باشمانس قلنا برنامج كده من البرامج اللي موجودة في مهارة تيك الدراسة بتاعته بتكون مدتها قد إيه مثلا وهل إحنا ملتزمين بعدد ساعات معينة ولا الوقت مفتوح مثلا في خلال شهر أوكي هو البرامج الدورات التدريبية العدد الساعات بتاعتها بيختلف يعني مثلا ممكن نلاقي مجموعة من الفيديوهات في دورة تدريبية بيبلغ مثلا أو مدتها تقريبا ساعتين وممكن تزيد في بعض المسارات ممكن يبقى إجمالي عدد ساعات الأونلاين اللي ممكن أنت محتاجها كمشاهدة فقط على الفيديوهات تبقى مثلا فرنج من خمس لعشور ساعات تبقى لمد بالمحتوى اللي موجود ممكن نخلصهم في أي وقت آه طبعا ما فيش وقت معين لا دعاية دي حرية شخصية تامة كويس ده برضو عشان يسيب للناس حرية الحركة يعني عندهم ملتزامات تانية عندهم حاجات تانية بيعملوها لا بيعملوها بجانب ده دي بصراحة يعني دي من أهم المميزات التعلم الإلكتروني إن هو دايما مديم ساحة للشخص إن هو يتعلم في أي وقت وفي أي مكان حسب الالتزامات بتاعته ودي الحاجة اللي بتعزز فكرة اللي في لونج ليرنج أنا لو حسيت إن أنا متاح إن أنا أتعلم في أي وقت وفي أي مكان مش هبطر رحلة التعلم بتاعته مدى الحياة وكمان هي مقدمة مجانة مي في المية هي مبادرة مجانية مي في المية وحتى لما بنييجي نعمل بعض يعني في الفترة الأخيرة كمان عملنا من خدمة بالخدمات اللي بنقدمها شركات مع مقدم المحتوى من كل أنحاء العالم من أشهر المقدمين لط replicated المحتوى بالظبط بندمج بين المحتوى اللي بنقدمه في مجال معين وبنوفر كمان محتوى مقدم على مناصات علامية حتى المحتوى المقدم على منصات عالمية بيقدم بشكل مجاني يتم الاتفاق مع التكنولوجيا معلومات والشخص الذي يقدم الخدمة أن الطلاب الذين يشتركوا من خلال منصة مهارة تيك يكون بشكل مجاني فرق دخول المؤثرين فيها؟ فرق على إقبال الناس؟ أكيد طبعاً نحن عندنا أحد البرامج الموجودة على منصة مهارة تيك هي مبادرة وثبات عملنا في تصميم البرنامج أن يدخل الطالب يدرس مجموعة من الدورات التدريبية عشان يعد نفسه الأول وبعد ما بيهنيها على منصة مهارتك بيبدأ يبعث الشهادات ونتأكد أنه هو فعلاً أتم الدورات دي ونبدأ نختار منهم مجموعة أن هم يشتركوا في المنصات العالمية وكان عليها إقبال كبير جداً الحمد لله شوء أهائل نشكر حضرتك شكراً جزيلاً المهندس محب توفيق نائب رئيس مركز تميز لتعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومدير منصة مهارتك شكراً جزيلاً على كل هذه المهندس محضراتكم اتشرفت بقدي معكم شكراً لك بشمالس